إن شاء الله إن شاء الله والتعديلات لغاية تسعة تسعة مفتوحة للجميع واللجنة بتمارس عملها ليل ونهار عشان يعني إحنا وصلنا خلال أيام الفاتح فيه ست تعديلات أقرت من مجلس الإدارة وفيه لسا عندنا يوم السبت فيه حاجات كتيرة اللجنة شغالة باستمرار خليني أقف مع حضرتك في النقطة دي يعني مجلس الإدارة أقر إجراء تعديلات على ست مواد تمام ده زولا على رغبات أعضاء جماعة أمية بما يتلاقم مع القانون طبعا يعني فيه توافق بين المقترحات اللي وصلت بشأن ست بنود أو مواد دولي أسستار وبالتالي ارتأى المجلس إنه هو يقبل فيه تواقف وحصل منقشات مننا في اللجنة فيها وتم عرض برضو والمجلس تناقش فيها لأن زي ما أقول حكي المنتج اتبعت لأصحاب الحق بعد كده احنا نبص على اقتراحات إيه والتعديلات الممكن تتعيد لسا فيه فرصة لتعديلات على مواد أخرى آه موجودة موجودة مفيش ده مفيش حاجة اسمها غير قابل للتعديل ده وزي ما ورضو حكي على أنه ده مشهور الليحة بالعكس إحنا يعني بندل الفرصة لنفسنا أن يطلع منتج زي ما أقول حكي يليغ بالنادي الآخي وفي جمعية الأممية يعني في مجموعة بونوب هون مطرحات ليتعدلت ست بنود تعديل في بعض الحاجات المتعلقة بالجهات أو هيئات قضائية في بعض البنود في بند البود وضيفة مادة جديدة خاصة بلجنة التظلمات ودي كانت برضو مطار أنه يستلبوها تم وضع تحديد للجزئات وإخساط الأدوية من خلال الجمعية بيد الجمعية الأممية صاحبة الحق الأصيل والبند يعني شرحها في التعديل بتفصيل مطلق يعني في بند أصلغة اللي هو الزام المطلقة أو الأرملة عن سداد لسداد نصف قيمة المبلغ المقرر لقبول العدوية الجديدة دي عايزة توقف عليها شوية وتم تعديل المادة على طول على فكرة بعض المناعشات اللي حصلت وبالرجوع للمسجر المحمود فاهمي على طول تم إلغاء الجزئية دي وتم التعديل فيها إنه هو إذا استوفت شروط العدو العامل سالف ذكره في المادة وبتحسب الأدوية العدوية العامل ورسم اشتراق المقرر من تاريخ الزواج واللي بيدفع اللي بيدفع بس بدون أغرق التفاصيل السنوي الهدف الحفاظ على الأسرة المصرية وإنه السيدة والمناع المصرية الأدو العظيم دي في جميع العمانة حقوقها محفوظة ومصار يهمني لها حد السداد نصف قيمة المبالغ المقررد بقى سداد الاشتراق السنوي أو المبالغ وده كان مصار اعتراض من بعد ومرضي أعز توقف عليها سيدات الفضاء لليه أثارت لغت المرأة بالنسبة لينا في النادي الأهلي هي الأم والزوجة والأخت المرأة بالضبط كده وأكبر دليل إنه في نفس اللايحة المشروع اللايحة الموجود فيه بند اللي هو خاص بتشكيل مجلس الدارة فيه اللي هو جزئية التعيين إجاء البند ده اللي هو لسه برضو بيبت فيه يعني ما فيش حاجة نهائية فيه مكتوب فيه يعني مدرك فيه تعيين امرأة يعني هي نفس اللايحة اللي احنا ممكن حد يقول اللي هي حتة الإلزام المطلقة لها كانت مكتوبة في المشروع يعني إن فيها إجحاب النساء المطلقة لا بالعكس ده ممكن تتهم بالتمييز بالتمييز النساء طب إذن لي أعمل مداخلة صغيرة هنا يعني رغبة من مجلس الإدارة ومن اللجنة المعدة لهذا المشروح في تعظيم دور المرأة اقترحوا إنه يتم عضوين مجلس إدارة بعد الانتخابات خوفا من إنها لا تمثل في المجلس بالانتخاب بالشكل اللائق عضو عدو عن المرأة بالتعيين لا لا عضوة منتخبة وعضوة معينة يبقى تنيت ما هو ده اللي أنا عايز أوصله إنه رغبة في تعظيم دور المرأة والاستفادة منها بالزبط والفغل كابتن محمود الخطيب كان بيقوله أنا لو أملك إنه يكون فيه سيدتين في القايمة اللي نزلة كنت أعمل كده فالحتة دي يعني مزايدة عليها لأنه كل تقدير لعضوات النادي الأهلي والسيدة عندنا في النادي الأهلي تاج على العصنة ما فيش أي غبنة للكلام ده والمادة دي على طول تعدلت وزي ما أمنا بقول إنه ده كان مشروع يعني بند موجود جوة المشروع طيب دور اللاجنة المركزية الآن